إلى عدن حيث واصلت اللجان المختصة في هيئة التشاور والمصالحة والمكلفة بوضع الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشامل وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية واللائحة الداخلية للهيئة واصلت اجتماعاتها والتي سيتم مناقشة مخرجاتها في الاجتماع العام للهيئة خلال الأسبوع القادم أوضح نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبد الملك المخلافي رئيس لجنة الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشامل أن هذا الإطار لعملية السلام الشامل تأكيداً على جدية الشرعية وجدية مكوناتها تجاه عملية السلام حيث تعمل الهيئة من خلال هذه اللجان على وضع رؤية مشتركة للسلام الشامل تمثل كل قوى ومكونات وأحزاب الشرعية تحت قيادة مدرس القيادة الرئاسية وأكد المخلافي أن الإطار الذي تعكف على إعداده اللجنة وستقره الهيئة سيكون الخطوة الأولى والأهم في طريق إنجاز رؤية سياسية شاملة تمثل جميع قوى الشرعية يحملها وفد تفاوضي مشترك يمثل مجلس القيادة الرئاسي ويستوعب الالتزامات المتفق عليها بين هذه القوى وكذا القضايا والتطلعات المشروعة للجميع وفي طليعتها قضية الجنوب مضيفا إلى أن هذه الرؤية ستعبر عن مفهوم الشرعية للسلام وأضاف قائلا نحن نضع التصورات اللازمة لأن من مهام لهيئة إحلال السلام وتحقيق المصالح الشاملة بين كافة المكونات مؤكدا على أهمية إنجاز الرؤية وإقرارها لما من شأنه تعزيز وضع الشرعية من جانبه أوضح نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة رئيس لجنة اللائحة الداخلية لهيئة التشاور القاضي أكرم العامري أن انعقاد اللجان على مدى ثلاثة أيام يأتي ضمن جهود استكمال مرحلة تأسيس الهيئة والتي تضم كل القوى والمكونات السياسية الشرعية مؤكدا أنه بإنجاز مهام اللجان الثلاث سننتقل بعدها إلى الإنعقاد العام للهيئة الأسبوع القادم والذي سيناقش بجانب إقرار الوثائق الثلاث عدة موضوعات من جانها تمكين الهيئة بشكل أكبر للقيام بمهامها وفقا لما نص عليه إعلان نقل السلطة متمنيا أن تخرج اللجان بكل ما تسعى إليه من أهداف سواء في تنظيم ووضع الأسس الهيكلية والقانونية للهيئة أو وضع مبادئ للمصالحة الوطنية ومنع أي خلاف أو صراع في المستقبل حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال التوافق والجدية في شراكة تقوم على أساس الاعتراف بالآخر ومواجهة المهندات المشتركة معا ومناقشة كل القضايا التي تمثلها هذه القوى السياسية بمختلف تشكيلاتها